وباء غريب يفتك بعائلة بنوال اسماعيل بقرية الشعب بلدية بين الويدان غربي اسكيكذا العائلة فقدت لحد الساعة واحد من ابنائها بينما يتواجد سبعة منهم رهن المراقبة الطبية واثنين في حالة حرجة على مستوى مستشفى مدينة تمالوس كما ما حصلنا طفل طاحلنا في هذا في الأول اسمعته بنوال واليد ما قدرنا شغصنا صدرا يعني هكذا دينا عقبناه يشرف الدول نلقينا هما متحسنش قدرنا نلعانيز كدرنا الاسبيطار قالنا يعني طاحل نشيح منه الدم ديوان اسبيطار تبعنا الاسبيطار دي دي تامالوس حطوله الدم على الدواء ما فهموا لوالو زادوا وبعتوها لقسنطينة اليومين ثلاثة زادوا لحقوا هادوك تسمامها وما بعتوها لقسنطينة يلاحقوا بالواحد كما طلعتوا لقسنطينة زادوا وطاح تسمام باب القي وما في الأول كيطوحوا بريصان كروشهم ويتقية وهكذا العائلة تقول بأن أبناءها في وضع خطير يتطلب التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قرية النشاعة شيعت وحدا من أبناء هاته العائلة ولا تريد المزيد من الضحايا المصالح الصحية ترجح فرضية إصابة أفراد العائلة بوباء يتنقل عن طريق الفئران بينما تقول العائلة بأن المطلوب هو التدخل العاجل لإنقاذ أبنائها ترجمة نانسي قنقر